الكبرى تعليم محيدين الطعمي الاسيوطي المصري المجلد الاول طباعة لبنان وصلنا عند رمضان الاشعث شيخ الفقراء المنايفة حكومة كان من اصحاب الشطح اهلا اهلا له كرامات منها انه اذا اراد ان يشفع عند احد من الكشاف من الكشاف او الكشاف ارسل اليه عكازا مع المظلوم فيقضي حاجته فرد بعضهم حاجته فظهرت له قدة في رقبته وعظمت حتى بقية كالبطيخة وماته حالا مات الشيخ في القرن الثامن ودفن بمدينة المنية اولا الرحمة اللاوي سبحان الله روز بهار المدفون بالقرافة بالقرب من سيد يوسف العجمي سبحان الله امس حبيب العجمي واليوم يوسف محطين بس يوسف هذا روز بهار المدفون بالقرب يوسف العجمي بالاسكندرية ولا حبيب العجمة بالسكندر يا مولانا من كراماته انه كان يصعق في حب الله تعالى فتضع الحوامل ما في بطنها في سعقته فحول الله تعالى ذلك الى يهو فحول ذلك فحول الله تعالى ذلك الى حب امرأة من البقايا فجاء الى الصوفية ورمى لهم الخرقة وقال لا احب ان اكذبا في الطريق ان واردي تحول الى حب فلانة ثم صار يحمل لها العود ويركب ويمشي في خدمتها الى ان تحول الوارد الى محبة الحق بعد عشرة شهور فجاء الى الصوفية فقال البسوني فان واردي رجع عن محبتي فبلغها ذلك فتابت ولزمت خدمته الى ان ماتت قصة عجيبة قال النبهاني وقد طلعت لشيخ روز بهار على كتاب هذا يمكن من الهند روز بهار جليل اسمه المكاشفات ضمنه ما وقع له من مكاشفاته في شأن الحق تعالى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سائل الانبياء والملكة وما يدهش العقول ويدل على انه كان من اكابر العارفين وخلاصة المغربين وذكر انه ابتدأ له ذلك وعمره اربع سنوات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رويم او رويم من بن احمد رويم بن احمد غوث الزماني وصاحب الجنيد البغدادي شيخ الفقهاء والصوفية يقول في حولي تعالى ونحلف بالجنة والانسا يعبدون صح الله من كراماته رويم انه رويم انه قال لي عشرون سنة لا يخطر بقلبي ذكر الطعام حتى يحضر توفي عام ثلاثم وثلاثة في بغدا